برج القوس انت الان في عدد منكم مش في بلده في عدد منكم عم يشتغل او مسافر مبين عندي السفر كتير في عندي روحة ورجعة وروحة ورجعة في فرصة للسفر كبيرة اما للوطن او عم بتكون سفرت مع الحبيب في سفرة في الافق حلوة قبل فترة كان قلبك كتير مكسور من اكثر من شخص وكنت تعبان يعني اللي هو كنت عاطفيا مشاعرك كانت كتير سلبية وانطعمت كتير من اشخاص قريبين يعني اعطيتهم الثقة وهم لا يستحقوا اي نوع من الثقة استغلوا الاسرار اللي انت يعني امنتهم عليها كانوا عم بيحكوا هاي الاسرار او عم بيطلعوها خلال الفترة الماضية ما كانوا عم يتعاملوا معاك بطيبة قلبك بالمثل بالعكس كانوا عم يكونوا غدارين معاك وعم يستغلوا الاسرار لضدك انت اشياء انت حكيتلهم اياها هم طبعا نشروها في كل خلينا نحكي في المحيط وهذا الشيء اثر عليك سابقا بخيبة امل عم بشوفك حبيبي في الفترة الجاي في موقع حلو وكأنه عم تستقبل شخص جديد في حياتك تستقبل في عندي حياة جديدة في تغير في نمط العلاقات من حولك او نمط حياتك انت رح يتغير للافضل كنت ملان كتير الفترة الماضية ما كان في تغيرات لا هلأ اجابة التغيرات عم بشوف اشياء كتير حلوة وتغيرات كتير حلوة عم بشوف في فرصة للعمل خارج الوطن رح يكون دخلها كبير هاي الفترة مش الفترة الجاي ان شاء الله في على صعيد الدراسة رح يكون في تنافس كبير على موضوع في الدراسة ويكون مش عارف دراسات عليا يمكن لانه مبين عندي في نجاح كبير في هذا المجال اذا اذا كنت تدرس عم تدرس بحفزك انه تدرس اكتر هاي الفترة لانه النجاح حليفك على قد ما تعبت على قد ما هتجيب في هاي المرحلة الدراسية اللي انت فيها على صعيد الصحة الحمدلله الامور تمام كلها باستثناء انه عم من فترة لفترة عم تفكر وتعب حالك بالتفكير على الفاضي التفكير السلبي ما بيجيبلك الا سلبيات ما الو اي فايدة اخرى الا هاي فايدة اذا اعتبرناها فايدة فنحاول نتخلص من اي تفكير سلبي ونروح للاشخاص الايجابيين ونحاول انه مش نستغل طاقتهم نحاول انه نكون مثلهم في الطاقة في عندي ميزان عدل في شخص ظلمك كتير في الفترة الماضية وكنت عم تستنى يعني العدالة انها تاخد مجراها لفترة طويلة ما اخدت مجراها لكن في هاي الفترة انت رح يعني يكون في عدالة في الموضوع وهذا الشخص رح يكون مثل ما عمل لك رح ينعمله في كارما في الموضوع كتير في هذا الشهر هذا الشخص رح ياخد جزاؤه هاي الفترة على يعني على عينك انت حتشوف هذا الشخص بس طبعا ما بحكيلك انه تشمت فيه ولا شيء لكن هذا اللي مبين عندي انه انت رح تشوف خسارة عند هذا الشخص وهذا الشي عم يشفيلك شوي جروحاتك لانه غدر فيك اكتر من مرة لهذا الشخص في عندي مبين رجوع لشخص قديم شخص قوي شخصيته قوية مش كبير بالعمر كبير بالعمر او عنده رزانة معينة عنده تقول عنده شأن يعني شأنه كبير بالمجتمع هذا الشخص اللي انت على علاقة كنت معه في السابق فيه رجوع فيه رجوع حلو وبين عندي انه فيه رجوع مستمر يعني رح تتطور العلاقة بناتكم ان شاء الله اذا كان هذا الشخص اللي انت تركته بحاول اعرف من اي طاقة ممكن يكون طاقة نارية ممكن يكون طاقة ترابية اذا بتوقع رجوع بنسبة كبيرة لكن رح يحاول انه يفرض عليك شروط او امور انت ما تعجبك هذا اللي مش حلو في الموضوع انا بنصحك انه ابدا ما اتخلي حدا يمشيك على مزاجه او على هوائياته وقت ما بدو اياك بيقولك يلا وقت ما بدو يروح لا بكتير بنصحك بانه تكون حاسم كتير مع هذا الشخص عم يشعر هو وكأنه انت علمته دارس او كنت كتير شديد معه خلال الفترة الماضية لذلك هو راجع وهو يعني متوتر من ناحيتك يعني بيقول خايف خايف من ردة فعلك ناحيته وكأنه عمل لك شغلة زعلتك شغلة كبيرة زعلتك وانت عرفتها لهاي الشغلة فإذا في رجوع لهذا الشخص في عندي ظهور لامرأة بتوقع من الابراج النارية برضو يمكن حمل هاي المرأة عم بتكون عم بتساعدكم اذا ظهورها بالفترة الجاي او الفترة هاي الشهر الاربع اسابيع اللي عم نحكي عنهم هتكون صديقة صدوقة بالنسبة لكم او صديق صدوق بالنسبة للشاب ظهورها في حياتكم عم بيساعدكم بموضوع من المواضيع اذا قراءة حلوة كتير لبرج القوس على صعيد العمل عندهم تغيير في المسؤولين المسؤول المباشر او غير المباشر رح يكون في تغييرات في البوسيشنز اللي عندهم اياها بالشغل لكن هم ما رح يعني يتأثروا في هذا الموضوع رح يكون الموضوع عندهم عادي ما يعني ما حد فرق معاهم كتير لكن حبيت احكيها لانها بيانت عندي اذا انتصار او اخبار حلوة لبرج القوس بعد تعب اذا في رجوع رجوع حلو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة